أصبح على الطالب أن يلتزم بالإجراءات الجديدة لتسجيل المواد في الجامعة، إذ لا بد أولاً أن يقوم بالإطلاع على محتويات هذا الدليل قبل الشروع في دفع الرسوم والتسجيل. بالنسبة لطلاب الباكالوريوس والماجستير ومن في حكمهم من الطلاب الذين يحتاجون إلى تسجيل المواد بشكل فصلي. لا بد على الطالب أن يذهب إلى صفحة مواد يختار بعدها عدد الساعات التي يريد الدراستها والتي تتضمن عدد المواد المتاحة ضمن تلك الساعات المختارة. يختار الساعات ثم يضغط على طريقة الدفع يقوده الرابط إلى صفحة محفظتي ومن خلالها يختار الطالب الطريقة التي تناسبه في الدفع. إما عن طريق البيبال أو كاشيو أو عن طريق التحويل البنكي. ويقوم بالدفع إما من خلال الدولار الأمريكي أو الرنجت الماليزي. بالنسبة لطلاب الدكتورا والماجستير والذين يدرسون بنظام الرسائل العلمية والأبحاث. فيتوجب عليهم الذهاب إلى صفحة مواد. ومن ثم يختار تسجيل مادة مناهج البحث والرسالة. وتعد مادة مناهج البحث مادة إلزامية. لابد على الطالب النجاح فيها قبل الشروع في رسالته. يضغط على طريقة الدفع ثم يقوده الرابط إلى صفحة محفظتي. ومن ثم يختار الطالب الطريقة التي تناسبه في الدفع. إما عن طريق بيبال أو كاشيو أو عن طريق التحويل البنكي. يقوم بعد ذلك بالدفع إما من خلال الدولار الأمريكي أو الرنجت الماليزي.